اشتركوا في القناة لكن احنا في الفيديو دا هنفهمك ازاي بيفكر فيروس كورونا وازاي حضرتك تهزمه لا قدر الله لو حصل لك اصابة اول حاجة طبعا لازم نعرف الاول ان الفيروس ليس كائن حي هو حمد نووي بيحلم انه يطور ويكون كائن حي طب هي خطته ايه طبعا الفيروس ملوش حياة الا داخل خلايا الرئة فهي طبعا المكان الوحيد اللي ممكن يستوعبه ويمنحه كمية الاكسوجين اللي بيحتاجها لكي يعيش طب ايه هي طريق التنفيذ الخطة دي هينتقل عبر الرزاز من شخص لاخر او من يديك لانفك ثم للقصب الهوائية وده استعدادا للتسلل الى الرئة ايه اللي بيمنعه من الكلام ده بمجرد دخوله الحلق سوف يقابل اعصار من اللعاب ده بيجبر على دخول المعدة وعندها سوف يموت من احماضها وهكذا لا يستطيع ان يدخل الى الرئة وسيموت طب الحل ايه سوف يتمسك الفيروس بجدار الحلق لاطول وقت ممكن لذلك هتلاقي في وجع في حلقك ويمتص كل اللعاب وده بيسبب جفاف الحلق لذلك يفضل من حضرتك تشرب مياه كتير ويا احب بزل لو كانت دافية شوية عشان تجبره على دخول المعدة ويموت هناك في هذه اللحظة المخ بيدرك ما يحصل لك فيبدأ يرفع درجة حرارة الجسم بتاعتك ده عشان يقتله لذلك حضرتك بتصاب بالحمى لذلك يسمح بالغرغرة بماء مع خل وليمون وملح وسيموت الفيروس مباشرة طب ايه لو فشلنا وحصلت الكارسة ودخل الفيروس الرئة في هذه الحالة سيحتل اي خلية ويسكن فيها ويتحول لكائن حي ويبدأ يتكاسر ويجعل من الخلية مصنع للفيروسات لكن طبعا في الاول خارج الجسم ما كانش بيدر يتكاسر لذلك الجلوس في البيت يقلل من انتشاره ويقضي عليه طيب لو مثلا هو في الرئة سيبدأ خط دفاعك وراءة الدم البيضاء في جسمك يهاجمه بشكل عشوائي هنا بجأ لو جلبك وضغط الدم عندك طبيعي واللياقة على ما يرام سيتم ضخ كمية دم كبيرة محملة بمضادات دفاع وتقتله وده في الانسان اللي منعته قوية لذلك بننصحك انك تتحرك وتلعب رياضة في البيت وابتعد عن التدخين في هذه الفترة على الاقل وده علشان تقوي الدورة الدموية بتاعتك يا ريت تنتبه للاكتئاب والخوف والوهم وتداول الاخبار المرعبة لانها طبعا بتخفض جهاز المناعة وتسمح للمرض بالتمكن منك الان طبعا الفيروس في الرئة والدفاع بيحاول يقتله وغالبا بينجح بس اللي مناعتهم ضعيفة او المدخنين سيفشل خط الدفاع وتعود كرات الدم البيضاء مهزومة ومعها بيكون عينة من الفيروس فيبدأ جهاز المناعة بتصنيع اجسام مضادة مناسبة لشخصية ونوعية الفيروس وده اللي تعود وتدمره بس للأسف التصنيع ده بيحتاج من يومين الى خمس كيام وممكن حينها يكون الفيروس قد دمر الرئة لو الانسان كبير في السن مثلا فوق السبعين او ستين سنة او منعته كانت ضعيفة او عنده مرض شديد لكن لو جسمه سليم وصحته جيدة سوف يتحمل حتى تأتي الاجسام المضادة وتدمر الفيروس وده بيحصل عند النسبة الاكبر من الناس 81% من اللي بيصابوا بالفيروس بيحصل كل الكلام اللي قلناه دون تدخل دوائي ومن غير ما يعلم ويصاب بالفيروس ويموت الفيروس وهو لا يدري هتفضل معانا نسبة 19% وهم عبارة عن 15% بيخضعوا للحاجر او العلاج ويشفوا بالكامل وفي 4% مكونين من 2% بيدخل العناية المركزة وبيشفوا و2% اللي تحدثنا عنهم اللي هم كبير السن والمريض بيضعف المناعة او مرض خطير ودول اللي لاسف هم اللي بيموتوا طب خلاصة الفيديو ده ايه نسبة الشفاء من الفيروس 98% وبدون مصد مما يعني انه اضعف فيروس ظهر في الكون لا يؤثر على اكثر من 99% من الاطفال وخطورته بتكون على كبار السن فوق الستين او السبعين سنة والمرضى بضعف المناعة اخطر حاجة ممكن تصيبك بالمرض هو التوتر والقلق ومتابعة الاخبار السيئة وقلة النوم وعدم الحركة والعدوى بالتجمعات لكن اللي بيدمر المرض هو الفرح والضحك والتفاؤل والرياضة في البيت لتنشيط الدورة الدموية واكل الخضار الاخضر والفاكهة وبالذات الحمضيات ممكن تخرج في الصباح في الشمس كل يوم في مكان مفتوح لكن يكون بالكمامة وبدون ما تقترب من اي حد اول اضمن ان حضرتك تقعد في البيت وما تطلعش الا للضرورة ده كان موضوعنا النهاردة عن بيروس كورونا وازاي حضرتك تهزمه ان شاء الله الفيديو القادم نتكلم عن ازاي تقوي جهاز المناعة بتاعك ضد فيروس كورونا في النهاية بشكركم من حصن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة فعال الجرس حتى هيصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته